27 اتفاقية بين جزائر وتونس بقر سعيد ببلوغ نهائي كأسي العرب ويوجه سهام الانتقاد للتحكيم ووزير التعليم العالي يعري واقع الأحياء الجامعية هذه الأخبار وأخرى نقدمها لكم من منصة أوراس فأهلا بكم وقعت جزائر وتونس 27 اتفاقية تعاون في قطاعات عدة منها العدالة والداخلية والجماعة المحلية والطاقة والصناعة جاء ذلك على هامشي زيارة الدولة التي يجريها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس وخلال الزيارة كرم الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقلادة الكبرى للمسام الوطني للاستحقاق بتونس قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم مجيد بوغر إن بلوغ نهائي بطولة كأسي العرب لم يكن سهلا بالنظر لنوعية المنتخبات التي واجهها منذ انطلاق منافسة وأكد بوغر أن المنتخب الجزائري هو المنتخب الوحيد الذي خاض مباريات صعبة للضم مصر والمغرب وقطر معربا عن سعادته بالتأهل وإسعاد جماهير جزائرية وانتقد بوغر أداء الحكم الذي أضاف 19 دقيقة من الوقت البديل عن الضائع في المباراة التي فاز فيها رفقاء بن ليلي بهدفين لهدف على المنتخب القطري أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان وجود اختلالات في بعض الإقامات الجامعية تؤثر سلبا على الطلبة وتحصيلهم العلمي وكشف الوزير تعطل خدمة التدفئة في 72 إقامة جامعية من أصل 445 إقامة وفي سياق ديسلة أقر وزير التعليم العالي بعزوف الطلبة الجامعيين عن تلقي اللقاح المضد لكورونا سجلت وزارة وصحة 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة الـ 24 الماضية وأحصت الوزارة 6 وفيات جديدة في المقابل تماثل 171 مريضا للشفاء خلال المدة نفسها نهاية والنشر للمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء تابعوا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي